ماشاء الله تبارك الله ابو محمد شو اليوم هذي من الاصناف الطيبة ها من الاصناف الخطيرة ها 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 من الاصناف اللي من سنتين انا اسألك كالت بصر حلوة دبي كالت الرطب حلوة دبي تقولي لا من سنتين من سنتين انا اخرف شوية ويبلك في الطريق مشكلة هذا يخليك تسوي بخيل ما تبقى تعطي حد ماشاء الله بس في نص الدار بغير راي يا سلام ابو محمد شوف شوف هذي شو؟ الحجم الحي ما تقدر تاكلها من قوة السكريات كلك بصر شوي يمكن تدوخ من كثر السكريات يوده كله عطني رايك اطمئ شوفوا يا اخوان حجم حلوة دبي بسم الله ما شاء الله يا الله هذا سويت هذا شو؟ شوف هل تشتري علبة ملح من الجمعية نعم مكتوب عليها ملح دبي الملح يستوي من الملح لشكر يقلب سكر اه؟ نعم يا سبحان الله اي شي ما ارتبط بدبي بدل ما يرفع الضوء يرفع السكر الله اكبر فما بالك هالمبروكة حلوة دبي افخر فواخر النخل من افخر فواخر النخل بصر سكر عالي وورطب ممتاز بعد ما تلاحظ تسويها تمر سبحان الله وهش يا ابو محمد هش وما في ذيك اللي تحس بصعوبة في الحين حققت حلمك الله اكبر نزيل لو عندك سكر مصر ولا حلوة الدبي وين تزرع في البيت؟ بصراحة سؤال صعب والمقارنة صعبة ولكن بزرع الاثنين في حفرة وحدة في حفرة وحدة لو ما يستوي بسويها ما يستوي يختار لك نخلة وحدة نخلة وحدة؟ لو ان شاء الله فوق السطح بزرع الثنتين والنخلة تسوي يا اخوان حلوة دبي وفعلا حلوة ما شاء الله شي فاخر من الاخر سمع سمع يا اخوان تنقعت البصرة شوفوا عشان تحسوا بس بخفت البصرة وهي تتكسر في الحل شوي شوي بعبدالله انت براك طريق أخاف تتعف الدرب شي فاخر يا ابو محمد ما شاء الله ما شاء الله يا ابو محمد صراحة لقالق تنثر لقالق يا ابو محمد لقالق من النخل حلوة دبي اليوم ما شاء الله يا اخوان شي فاخر من الاخر بمحمد توصلي الناس تزرعها في بيوته ولا نخليها حكر لبعض الناس انت بس تزرع عشان ما تحكي يوم تاخر من عندي والله الودود بدي احتكرها من طيب هذه النخلة يا أخوان ترى شي خيالي خيالي جدا 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 طعم ما يتصور أحد في خفة البسرة اللي موجودة في حلوة بيت بسرعان من تلدغ من الدبيان وانت أسا تصور يا الله يا الله يا الله بالتوفيق ولحظوا الحبات أحجام وطعم خرافي بمحمد إذا ناصفت الأرطبة هاي شو وضعها يكون إنسان طايح مريض يعطوه جلوكوز ولا يعطوه حبة حلوة بيت هاي أقوى من الجلوكوز نفسه الله أكبر سكريات رهيبة رهيبة يا أخوان